وعند الرئيس السوري بشار الأسد وفد البرلمان الأردني الموجود في العاصمة دمشق منذ أيام بعودة العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها وأفضل مما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011 واليوم أفرجت السلطات السورية عن المواطن الأردني علاوي البشابشي بطلب مباشر من الأسد إثر طلب تقدم به النائب خالد أبو حسان خلال اجتماعه والنواب الأردنيين بالرئيس السوري هذا ويواصل وفد النواب الذي يرأسه النائب عبد الكريم الدغمي لقاءته في دمشق على أعلى مستوى الحمد لله رب العالمين صارت معنا قضية والحمد لله عف الله عن ما مضى نشكر نحن سيد الرئيس بشتال الأشد الدكتور بشتال الأشد نشكر الرفض الأردني على جهودهم مقال صاروش ونشكر جلالة الملكة عبد الله والحمد لله رب العالمين نفتح صفحة جديدة إن شاء الله احنا أخواننا السوريين والله يديمها البلد عامرة منطمن أهالينا بالأردن أنه البلد آمن الحمد لله رب العالمين تم بحث كثير من الملفات اللي إحنا حكينا إحنا ويعني فخامة الرئيس فيها حقيقة يعني كلام كبير حكى فخامة الرئيس كلام مؤثر وحكينا عن مستقبل العلاقات يعني أنا بذكر شغلي حكاها فخامة الرئيس بشار الأسد قال إحنا بنتطلع لمستقبل مشرق إحنا رح ترجع لعلاقات إن شاء الله أحسن ما كانت عليه أول ترجمة نانسي قنقر